شهدت مدينة بوستن الامريكية زوج تفجيرات خلال سباق ماراتون الشيء اللي أصفر على مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 115 شخورين وبالظهر اتزامن التفجير هذا مع تهديد الرئيس الكوري للولايات المتحدة بالدخول في حرب ونزيدكم زيادة أن نقبل التفجير بلحظات شهد شخص يمشي فوق إحدى البنايات والشخص هذا فيه شبهة كبيرة من الرئيس الكوري اه 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 اشني هتفديك المصط هاكيم جونغ هونغ وخي راني أخوك وانت في مقام عماد محسوب يا أخي اش صار هو بربي تكلمتين وقلتهم في حالة غش وطنية وصدقني لنقصدها باش نغشش خوية يا ولدي لا يجعلها باش تضبطت نفسك يا ولدي أعمل اللي تحب يا ولدي يفرقع أمريكا وبريطانيا وكان تحب جزر البهامة اه ما تونس لا برحمة الشايب تكيل فروخي يفرقع الفوشيك في رمضان انبات يعلم بيا كان ربي سيد الرئيس تحبش كاسمي حاجة حاسس أنك خايف حاسس حاسس اتأكد يا حسن يا ولدي راني نعرف روحي نقول كلمة ونندم نقول ديما تو الشيخ يسلك هالي وننسأل الشيخ عنده مع الخليج أما شيرة كوريا ووجوايا هذي كما ما عندي كان ربي ها نندبهم يا عماد من غدوة جيب لي مقاول وزوز بناية يطلعوا لي في صور القصر ويعملوه بكزاز الشقوفات لمكسرة ويجيوا شيرة لبيوت ويخشنوا في الليقة باش لقدر ربي وخويا كيم جونك حبي فدلك معايا على أقل نسلكوها يا سي المنصف هكاية رك تحمي في روحك برك يو الشعب اش بش تعمله بالنسبة للشعب أنا قررت أنه معاش فما حتى ماراتون يصير في تونس حكاية اسمها جري باش تتنحم البلاد حتى يركح القاضي يو خيرها ويسمع حاجة فيها جري إفاركع ديريكت يو لدي حتى الكار ما عاش تجري وراها يجعلها باش تركبت الخبزة زادة ما عاش تجري وراها كي هي بطبيعتها مقطوعة وقررت زادة تكريما الخويا كيم جونك أون أن نوسعه في سوق بومنديل ونردوه يوصل حتى البرج العامري واللي عنده كوري في تونس باش نوليه ونعطيهه العلفة والغنم بلاش أعلى شرط يرجعنا لغنم في الانتخابه نزيد شوية ونصدخك سيد الرئيس يظهر للشعب هو اللي باش يفرقحها كان باش تكمله هكا